إن خطر الإرهاب ليس نظرياً على الإطلاق وبلد الجزائر يعرف ذلك كل المعرفة ففي التسعينيات عانينا من الإرهاب وحدنا وتم عزلنا وحاربنا الإرهاب لوحدنا كذلك ولحسن الحظ تغلبنا عليه وحدنا لا يمكن لمحاربة الإرهاب أن تنجح دون اشتثاث أسبابه وجذوره لا بديل عن ضمان التنمية والعدالة ولا خيار سوى تحقيق الحكم الراشد والإنصاف علينا أن نعزز الأطر التشريعية في محاربتنا للإرهاب علينا أن نحارب الإرهاب بعزم مع الحفاظ على سيادة القانون هذا أولاً ثانياً لا بد من تعزيز مراقبة الحدود مع سماحي بتنقل الأشخاص والتجارة المشروعين